اشتركوا في القناة ايه يا فرحة يعني ايه الامام الفاسد يعني امام المسلمين يكون فاسد يتعمل معا ايه اهلا بك يا مارينا اهلا بك يا فرحة يا مارينا انا عايز اسألك سؤال لو لقينا اسيس او خادم بيقود اجتماع او اسيس بيقود صلاة او حاجة وفي فساد ايا كان الفساد ممنوع كنيسة تسمى شبك كده خالص اصلا يعني ايه ابوليس الرسول قال ايه اعزلوا الخبيث اعزلوا الخبيث من دينكم صح لكن في الاسلام حاجة تانية خالص نشوف مع بعض في مجموع فتاوي ابن تيمية في كتاب الفقه صلاة باب الامامة من تصح الصلاة خلفه ومن لا تصح وفصل اسمه فصل الصلاة خلف المبتدع فانبص نلاقي ايه بيقول ايه ولو علم المأموم اللي واحد اللي بيصلي ورا الامام يعني ان الامام مبتدع يدعو الى بدعته يعني واحد بيقول حاجة ببدعة او فاسق ظهر الفسق فسوقه باين اوي وهو الامام الراتب الذي لا تمكن تمكن الصلاة او تمكن الصلاة الا خلفه يعني لازم يكون فيه امام في الوقت ده كامام الجمعة لازم طبعا امام والعيدين لازم فيه امام والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان المأموم يصلي خلفه عادي خالص بيدعو يعني مبتدع ويدعو البدعته عادي يصلي وراه قدران الكلام في البدعة بتاعته صلي وراه فان المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف يبقى السلف والخلف وده مذهب مين مذهب الامام احمد الامام الشافعي يعني حنبالي وشافعي وابو حنيفة وغيرهم مذهب احمد والشافعي وابو حنيفة تخيلي الحنابلة بيوافقوا بكده احنا بنقول الحنابلة يعني حنابلة لما نلاقي واحد كده جامد اوي نقول ده انت حنبالي لا بيقولك المبتدع ماشي صلي وراه يعني الفاسق الظهر الفسقي بقين فسقه في الشرب الخمرة زي واحد كده من الصحابة كان بيشرب خمرة كانوا الصحابة بيصلوا وراه خلينا نكمل في نفس المجموعة فتاوة ابن تايمية وطبعا المراجع كلها تكون قدام المسلم على الشاشة يقوله كده ولهذا قاله في العقائد انه يصلي الجمعة والعيد يصلى او يصلي الجمعة والعيد خلف كل امام بر كان او فجر يعني بر او فجر تصلي خلفه وكذلك ان لم يكن في القرية الا امام واحد فانها تصلي خلفه الجماعات يعني الجماعات تروح تصلي خلفه جام بورا ايه تاني قل ايه اكده اه لو في القرية مفيش فيها غير امام واحد وفاجر وفاجر الجماعة تروح تصلي خلفه فان الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده يعني الصلاة جماعة هي احسن من صلاة الرجل وحده وان كان الامام ايه فاسقه اه فاسقه وانحنا عرفين انه فاسقه كل حاج هو نروح نعادي نصلي خلفه هذا مسحب جماهير العلماء احمد بن حنبل والشافي وغيرهما بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مسهب أحمد وبيقول كده ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر اللي هيسيب الجمعة والجماعة أنا مش هروح الفضل ورى الراجل ده آه خلف الإمام الفاجر يقول ده فاجر فهو مبتدأ هو اللي هتبقى أنت كده اللي مبتدأ عند الإمام أحمد وغيره من أئمة السلاح طيب أنا عندي سؤال يا مارينة كملي وعندي سؤال يعني أنت هتكون أنت المبتدأ لو أنت فروحتش صريت ورى الفاجر ولا الفاجر ولا الفاجر واللي ظاهر فجره كمان وأنا عارف ومتأكد أن ده فاسد وفاجر وكل حاجة لو أنا ما عملتش كده قلت لا ما صليش ورى الراجل ده عندي سؤال هو يعني الإمامة دي لموارزة يعني الإمامة دي كمية لا الإمام لازم يكون حافظ القرآن فيه شروط معينة مين اللي قال كلام دي؟ فيه شروط معينة للإمام اللي يقموا الصلاة اللي يقموا الصلاة؟ ده بيتحكوا علينا بقى الإمامة في الصلاة الجمعة والعيد والحاجات دي لازم يكون الإمام لي شروط آه شروط لازم منها حفظ القرآن أنت أكيدة يعني آه ده إذا كان عمر بن الخطاب محفظ القرآن يا مارينا الصحابة مكنونس حفظين القرآن يعني بس الإمام ليه لازم يكون مش أي حد يكون إمام لازم يكون فيه شروط معينة يعني الإمام في الجامعة في صلاة العيد صلاة الجمعة بس لو فاسك مش مشكلة ولك هنود في الإسلام لأ طيب بس أنا كان عندي لأ أن بابا اللي أرحمه هو اللي كان بيئمنا يئمك في البيت في البيت آه بس هنا في صلاة العيدين والجمعة فدي النقطة اللي أنا كنت عايزة استفسر منك فيها عشان على أساس أن أنا الشيخ لا لا مش على أساس أنت قارية كتير لكن أنا كنا محجوبين جوة بيوتنا ما بنقدرش نروح الجوامع زي زي بقيت الرجال يعني الستة تبقى ما قاعدة في البيت أو البنات بيبقوا في البيت وبابا الله أرحمه هو اللي كان بيئمنا جوة البيت أو ماما لما بابا مات في صحيح في نفس المرجع برضو في الفتوى بتاعة ابن تيمين بيقول إيه والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها يصلي ورا الفاسق المبتدع الفاجر ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون كما كان ابن عمر يصلي خلف مين الحجاج اللي هو ظالم وفاجر الفاسق يسمينه كده الفاسق الظالم وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد ابن عقبة اللي هو كان بيشرب الخمر حتى أنه صلى بهم مرة صبحة أربعا ثم قال أزيدكم فقال ابن مسعود ما زلنا مكة منذ اليوم في زيادة يعني ابن تيمية ابن تيمية بيعيد الكلام تاني ويقول يا جماعة صلوا ورا الإمام اللي هو ابن تيميم شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو وراهيب لك لأ صلي ورا المبتدع اللي بيدعو اللي بدعته أو الفاجر أو الفاسق واللي ظاهر فسقه كل ده وقام جايب المثل مثل مين الوليد ابن عقبة اللي كان بيشرب الخمر وهو بيصلي وكان بيزود الركعات والمسلمين ابن مسعود وغيره بيزود ماشي وراهم ولا حد يقدر ايه يتكلم معاه بالعكس ده قال لهم انتوا لو حبيته أزود أزود كمان ورغم أنف رغم أنف من رغمة آه من رغمة دي نقطة كانت مهمة جدا يا مرينا في فتاوة ابن تيمية ازاي الراجل ده يؤيد نفس الكلام الصلاة ورا المبتدع ده مش ابن تيمية بس زي ما قلن مذهب بمام أحمد والشفعي وابو حنيفة وغيرهم كتير ايوة انا بقصد ايه ابن تيمية مركز على الجزئية دي يعني انتوا شايفين يا جماعة ابن تيمية مين ده قال لك لا انا بقول لكم الكلام ده سليم علشان طبعا هو راجع لكل الناس الطيبين دول كمان في فتاوة ابن بس بيقول ان الله يؤيد هذا الدين بايه بالرجل الفاجر يقول لك يعني ايه يعني في الفتاوة دي يقول لك كذلك فيه دلالة على ان الحق قد يؤيد برجل فاجر حق بنؤيده برجل فاجر سبحان الله لأسباب اما يعني العكسين العكس الحق يؤيد بالرجل الفاجر فيقول لك لأسباب اما للرياءه او لينصر قومه او لينصر وطنه او لغير هذا لم يقصد الدين وقد يقصد الدين يعني الراجل الفاجر ده هيؤيد الاسلام ممكن يكون بيرائي او عايز ينصر قومه او عايز ينصر وطنه او ينصر الدين او لا ينصر دين اي حاجة فاجر وخلاص اه بس هينصر الاسلام مش مهم يعني ايا كان قصده يعني مفيش مشكلة يعني يقول لك كده يقصد الدين وقد يقصد لم يقصد الدين وقد يقصد الدين ويؤيد الدين ولكن لغرض اخر بل لأسباب غير الاخلاص لله يعني هو هيعمل كده مش عشان هو مخلص لله ولا حاجة عشان وكم من يرائي نفع الله به الاسلام وهذا ليس من اهل الخير وهذا واقع شاهد بذلك يبقى كم من مرائي هم عارفين كم من مرائي وكم من فاجر وكم من فاسق نفع الله به الاسلام يا سلام يعني ما حلوة هذا الدين يعني يعني بيقولك كده مش مهم ان الحق قد يؤيد برجل فاجر طب الحق يؤيد بايه بالطهارة الحق يؤيد بايه بال هم عايزين يستنفعوا دا اي حاجة فاجر فسق الزاني سكر المهم انت هتنفع الاسلام تعالى مش مهم بلا مبادئ مفيش مبادئ حتى بيقولك كده سواء الرجل ده كان يقصد الدين الدين او لا يقصد الدين لريق او لسواب الله اي حاجة في الغيف اي حاجة احنا ما يهمناش احنا عايزين عندنا امام وخلاص يدفع اه يدفع عن الاسلام ونفيد بالاسلام وخلاص اه طيب مارينا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري ابواب صلاة الجماعة والامامة باب امام المفتون والمبتدع صحيح البخاري في صحيح البخاري وفي شرح فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي وعن عبيد بن عدي بن خيار تمام إنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور كانوا حبسينه المسلمين ها مسلمين حبسين ايه الإمام بتاعهم وأمير المؤمنين بتاعهم فقال إنك إمام عمى ده الراجل بيقوله إنك إمام عمى ونزل بك ما نرى شوف اللي جرى لك ايه ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج يعني ايه الحكاية زي إمام فتنة يعني يبقى هو اللي بيصلي بنا فقال الصلاة ده عثمان فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساء فاكتنب إساءتهم وقال الزبيدي يا مهمة بقى قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنس إلا من ضرورة لابد منه يعني في صلاة العيدين لو الراجل ده مخنس لو في صلاة الجمعة لو الراجل ده مخنس لو في صلاة في الحج لو الراجل ده مخنس عادي خالص يصلى وراءه وهو اسم الباب إمامة المفتون والمبتدع يعني يجوز أن أنت كمسلم إمامك يكون مخنس ما شاء الله يعني لا أكبر يلا يا جماعة تصلي يعني ممكن الإمام يكون مخنس وإنت عارف إن إمامك مخنس وتصلي وراء أهم حاجة الصلاة الصلاة يا مؤمنين الصلاة أهم حاجة الصلاة مش مهم مين اللي بيقودك بس خلينا نشوف فتح الباري بيقول لنا يعني إيه مخنس فتح الباري بيقول لنا والمخنس رويناه بكسر النون وفتحها فالأول المراد به من فيه تكسر وتسني وتشبه بالنساء يبقى المعنى الأولاني للراجل اللي فيه تعالوا يا جماعة نسلي فيه تكسر وتسني وتشبه بالنساء والثاني المراد به من يؤتى يعني إيه الثاني اللي هو الراجل اللي يؤتى به وبه جزم أبو عبد الملك فيما حكاه ابن التين محتجا بأن الأول لا مانع من الصلاة خلفه يبقى الأول اللي هو فيه تسني وتسر وتشبه بالنساء وصوته زي الستات وشكله كده مشيته وكده ده ما فيش مشكلة إذا كان ذلك أصل خلقته ورد بأن المراد من يتعمل ذلك فتشبه بالنساء فإن ذلك بضعة قبيحة ولهذا يقول إيه جوز الدودي أن يكون كل منهما مرادا يعني اللي بيتشبه بالنساء واللي أصل خلقته فيها هتشبه بالنساء اللي اتنين زي بعض مش مشكلة اللي اتنين يقول لك إيه ولهذا جوز الدودي أن يكون كل منهما مرادا قال ابن بطاد ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأن المخنس مفتتا في طريقته يعني تنفع ينفع يعني نخلص أيوة تنفع ولا تنفع ما هقلوله إحنا الإمام بتاعنا فتنة يا عثمان قال لهم ما فيش مشكلة لروح يصل وراه لا ما ممكن يكون فتنة بسبب الحروب وكده لا فتنة يصلي لنا إمام فتنة أنا خدا إمام فتنة يعني عمل فتنة في لا فتنة يعني ممكن يفتنوا بي يعني كده يعني لا الفتنة اللي هو أن الرجالة تصلي وراه تفتن بي تفتن بي يعني ممكن يعني يكونوا يشتهوا الإمام يعني لمكسوفة لمكسوفة يعني متشابه للنساء فهمتها هنا دلوقتي علشان كده رح قال إيه قال الزهري اللي نرى أن يصلي خلف المخنس إلا من ضرورة لابد منها ربط دي معادي فالمخنس ده فيه حاجتين يا إما هو مولود شكله زي السبتات كده وطريقته وصوته يا إما هو يتشبه بالنساء عمدا عمدا فقالك اللي اتنين زي بعض زي بعض ده وده ممكن تصلي وراه أه والصلاة تمشي عادي وعثمان قالك هو لي ليكم انتوا تصلي مش مهم لكمش دعوه هو يبقى إيه بقى الصلاة يا مؤمنين السلام حلش ليه دعوه القائد مش مشكلة القائد مخنس مش مشكلة أو لو حصل القائد فاجر مش مشكلة القائد سكران مش مشكلة القائد فاسق مش مشكلة زاني فاجر كل حاجة قاتل شوش مهم مهم تصلي هالربنا ممكن يقبل واحد يقف يقود المؤمنين في صلاة وهو أصلا أخلاقه زي كده زاني وفاجر وسكير ومخنس وكل ده ازاي هل ممكن احنا نتخيل كمسيحيين ان قائد الصلاة يكون كده لا مستحيل مستحيل على طول الكتاب واضع اعزلوه اعزلوا الخميس من بينيناكم يتشال كده على طول وده في كتابنا المقدس قال كده ما ينفعش انه الخادم يكون فيه أي صفة من الاستفادات حتى لو سكير على فكر ممنوع دايما احنا نصلي للراعية فرحالي ليه بنصلي للراعية لأنه علي الحروب كتير لأن ادرب الراعي تتبدد تتصوري هما أصلا الراعي بتاعهم يكون سكير وعادي ومخنس وبيشرب حمراء ويصلي بهم غلط أصلا يعني يصلي بهم الصبح 14 لا ده بيقول لهم أنا في زيادة وانا مستمر ويصلوا برضو وراه عادي خالص يعني هل تقبل هذه الصلاوات يعني هلا ضايا وبعدين يقول يقولنا يقولوا انت ما تقرس كران انت متوضية الأول قبل ما تمسك المصحب ده القائد بتاعكم صلى على النبي القائد بتاعكم كان بيصلي هو سكران الإمام سكران والصحابة بتصلي خلفه هو سكران صح وصحابة زي ابني مسعود شخصيا يعني على عموما أنا بشكرك مارينا وأعزائي المشاهدين أنا بصراحة يعني أنا عايزاكوا تحطوا الحلقة دي تحت المجهر وتحطوا الإسلام تحت المجهر وشوفوا ده إذا كان من عند الله الأولاء ونشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر